السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنا تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم ما غنحضر معكم خبيزات بالدقيق القمح الكامل بدون دقيق الفرص صحيين وكيجيو هشاش ورطبين ومفشفشين وبدون يدلك وبدون اي مجهود. وكذلك كنقدرو نحتافضو بهم في المجمد ما كان حتى شي مشكل فش نبغيوهم كنجبدوهم وكنسخنوهم كيبقوا رطبين بحيلة عاد طيبناهم. صراحة هاد الخبيزات كيجيو رائعين كنتمنى ان الوصفة تعجبكم وتحضرهم. ندوزو نتعرفو على المقادير وطريقة تحضير. بالنسبة المقادير لهاد الخبيزات ان شاء الله ما تعود غديولي عندكم لقياس عينكم وميزانكم وتقدرو تخلطوو الانواع دي للدقيق اللي انتوما كترغبو فيها او اللي موجودة عندكم. اه لان المهم اه في هاد الخبيزات هادو هما طريقة العجن وكذلك طريقة دي الطياب ديالهم في الفورن. بالنسبة للعباء اللي انا استعملت في هاد الخبيزات جوز لايف متوسطين دقيق القمح الكامل اللي غربلتوا من قبل حيتمنوا النخالة الغليضة خليت غير رقيقة جوز لايف تقريبا اه خمسمائة جرام. كنضيفو كذلك كاس دقيق الفينو اللي هو دقيق القمح الصلب تقريبا كاس اه مية وخمسين جرام ومعلقة صغيرة من الملح. كنخلطو النواشف مزيان. من بعد كنضيفو معلقة كبيرة من العسل اختيارية. الى بغيتو ما تضيفوهاش ماشي مشكيل يعني العسل كيعطينا غيدك اللون. اللي كيجي خبيزات كيجي ومحمرين. كنضيفو كذلك معلقة كبيرة زيت الزيتون. زيت زيتون هو اللي كيرطب لنا هاد الخبيزات. معلقة كبيرة عامرة. ومعلقة كبيرة خميرة حبيبات او للخميرة المعجونة على حسب اللي متوفر عندكم. وكنخلطو بالماء بالنسبة لما ضروري ضروري ما يكون غير دافي باش ما يهرش لنا الجهة ديال الخميرة. وكذلك دقيق القمح الكامل ما كيبغيش لما سخون. بالنسبة لداب الجو سخون قدروا نستعملو غيل ما تروبيني. ونخلطو بالدينا كيف كتشوفو معايا. وحنا كنضيفو الماء بشوية بشوية كنبقاو نضيفو الماء بشوية بشوية كيف قلت لكم وحنا كان عجنو نحاولو ما نصبقوش لي هالما بزاف. كنستمرو حتى كنحصلو على واحد العجن اللي رخو ورطب وكيتلصق في اللي يدين. العجن ديال الخبز باش يجيكم رطب خص ضروري ما يكون مرخوف. وتكون مطلوقة شوية ما تكونش عود جارية بزاف تكون غير مطلوقة شوية. كيف كتشوفو معايا. حتى كنحصلو على داك الجهد اللي بغينا. وكنتوقفو من اضافة الماء. وصافيها ديال العجن كتكون تقريبا بحل العجن ديال السفنج. كتكون عجن رخو ورطب وكيتلصق في اللي يدين. كنغطيو العجن بواحد البلاستيك غدائي. ونديرو فوقها واحد البنديل. وكنخليوها تختامر. تقريبا كتتاخد لنا واحد نصف ساعة. لاننا دابة مع الجهو سخون. حتى كي يتضعف لحجم ديالها. كنحاولون ديكازيوها بيدينا. نخرجو منها داك الهواء اللي نكون. بالفعل ديال الخميرة اللي وضعنا. من بعد كنرشو سطح العمل. بالقليل من الدقيق الكامل. وكنوضعو العجين ديالنا. كنشكلو العجين على شكل بودة. باش نقطعوها بشكل متساوي. كيف كتلاحظو معايا العجين كيتلصق. كنحاولو نستعنوه بالدقيق. ومن بعد كنحاولو نقطعوها على شكل كويرات متساويين في الحجم. تقريبا انا قمتني عشرة ديال الخبيزات صغار. وانتو ما كيبقى لكم الاختيار الى بغيتوهم كبارين او لا صغارين من هاد الحجم. كتقطعوهم على حسب بالرغبة. كنحاولو نشكلوهم على شكل كويرات. اللي يكون الملمس ديالهم ناعم. وبالنسبة للتزيين انا اختاريت هنايا البافو والزنجلان. هلا كان الابيض بالاحسن. انا استعملت زنجلان العادي. حينت هو اللي كان بتوفر عندي. والقليل من الشوفان. رقائق الشوفان. والماء. كان ناخدو الخبيزات ديالنا. وكان نغطسوهم في الماء. وبسرعة كان وضعوهم. في الحبوب اللي بغينا نزينو بهم. انا هادي وضعتها في حبوب البافو او الخشخاش. كنستمرو بنفس الطريقة. انا غدي نعود معاكم واحدة اخرى. كان ناخدو خبيزة. كان وضعوها في الماء. وبسرعة. كان وضعوها في الحبوب. اما الخشاش او لا الجنجلان او لا رقائق الشوفان. وكان حاولو نقدوها من جناب. وكان وضعوهم مباشرة في صفيحة لكتدخل الفرن. مفرشة بورق زبدة او لا مرشوشة بالطقيق. بلا ما نحاولو نقرصوهم. باش كيبقاو محافظي لنا على الشكل ديالهم. اما يلا كنتو كاتبغيو الخبيزة ترقاق وما تجيش فيهم ديك البابة كتيرة. فاش كنوضعوهم فوق الحبوب. كنحاولو نضغطو عليهم غير شي شوية. باش نرقوهم شوية. ومنها كيهزو كمية وفيرة من الحبوب. كيجي الشكل ديالهم كيف كاتشوفو معايا. وهدا وش شكل ديالهم من بعد ما كمننا الخبزات اللي عدنا كاملين. كيجي شكل جميل ومغاير على الخبز اللي تنعرفو. كنناخدو واحد سكين اللي كيكون حاد او لا كيتر او لا غازواغ اللي تيكون جديد اللي كيكون خاص بالخبز. وكنحاولو نديرو خطوط على شكل زائد. بحالة شكل هدا. كنحاولو ندخلو شوية في في العجين في الخبز. باش مني كيخمرو وكيطيبو. كيجيو مفتوحين دو كل الفتيحات. وكيجيو واحد للمنظر واحد الشكل رائع. كنغطيوهم بواحد المنديل وكنخليوهم يختامروا للمرة التانية. لكن هاد المرة ما كنفوتوش فيهم عشرة دقايق. لان الجو حار وضيجة اخمرنا العجينة في الاول. ما نخليو مش حتى تفوت فيهم الخميرة. وفي هاد الاتناء كنسخنو الفرن على اقصى درجة من الحرارة. بالنسبة للفرن ديالي انا شعلتو على ميتين وخمسين درجة. باش دغيه كيطيبو ما كياخدوش وقت في الفرن. وكيجيو نارطبين ومفشفشين. هادا سير من الاسرار كذلك. الى بغيتو الخبز ديال كوم يجيكو مرتب. وخاما ديرينش فيه دقيق الفرس. ندخلو الخبزات ديالنا الفرن. هياخدو تقريبا واحد خمستاشر دقيقة حتى العشرين دقيقة ماكسيموم في الطياب. وبالنسبة للفرن را كلها سيدة كتعرف الفرن ديالها. لان الفرن كيختالف من من واحد لواحد. غير يبين اللي ناللون ديالهم الدهب. وكنخرجوهم. ما نخليهمش حتى كيقصحو كتشربهم العافية. باش يبقوا رطبين وميجيو ناش قاسحين. وهادو هم الخبزات من بعد ما خرجتو من الفرن كيجيو على هاد الشكل. صراحة كيجيو رائعين شكلا وما داقا. ورطبين. كنقدرون حتى فضو بيهم ما كيوقع عليهم حتى شي مشكيل بالعكس مني كن نجبدوهم كنسخنوهم كيرجعو بحلاي الله طيبناهم. كيجيو رائعين صراحة كنقدرون نقدموهم للطيوف ديالنا. والطريقة كيف شفتوا معايا سهلة وضغية كن وجدوهم ما كي ياخدوش منا شي مجهود كبير. كنتمنى الفيديو ديال ليو مع انا الاعجابكم وتبرتجيو مع الحباب والاصدقاء ديالكم. وإلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم على المشاهدة وعلى حسن التتبع وان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.